اشتركوا في القناة يمثل مستقبل السيارات وقد سبق ان تعرفنا على سيارة تعمل على غاز الهايدروجين ومن ضمنها سيارة تويوتا ميراي حيث يشير اسم سيارة بيننفرينا H2 سبيد الى الطاقة التي تعتمد عليها فرمز H2 يشير الى الهايدروجين وكلمة سبيد تؤكد على سرعة السيارة وهويتها الرياضية فيما يقول الصانع الايطالي ان هذه السيارة الجديدة ستكون اسرع سيارة في العالم تعتمد على غاز الهايدروجين وكما تلاحظون اعزائنا متابعي عرب جي تي فقد حصلت سيارة بيننفرينا H2 سبيد الاختبارية على تصميم مستقبلي مستوحا من عالم سيارات السباق لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة